وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة أكد دكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين في تصريح خاص لمركز الأخبار أن التطور الذي تشهده المملكة اليوم على كافة الأصعدة يأتي بفضل نظرة خادم الحرمين الشريفين الثاقبة وسياسته المتوازنة ساعدته السفير أكد أن العلاقات البحرينية السعودية في تطور مضطرد مشيرا إلى أهمية الدور السياسي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المنطقة خاصة في الملف اليمني والسوري بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يشرفني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وإلى مقام سمو ولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وسمو ولي ولي عهدهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله جميعا مرت المملكة العربية السعودية الحمد لله بقفزات هائلة من التطور والرقي ما أخذت بل اعتبار الأمن والاستقرار والرفاهية والرخاء للشعب هذه الطفرة الهائلة اللي نراها الآن وهذا التطور الغير مسوق لله يمكن أن يكون في هذه الفترة الوجيزة يمكن أن يرى في أي مكان آخر في معهد المملكة العربية السعودية ولله الحمد الآن الحمد لله بعد هذا كله وفي هذا العهد الزاهر الآن وفي الآن ما نحن الآن فيه من تحول اقتصادي هائل وهو رؤية 2030 وهي النقلة الاقتصادية الحضارية الاجتماعية الثقافية التي ستنقل المملكة الحمد لله إلى مصاف الدول المتقدمة المتحضرة الأولى الآن ما نراه من هذا التطور الهائل والقفزات الرائعة في الاقتصاد بالتكامل الاقتصادي بين الدولتين هذا يدل على أن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين العزيزة ما هما إلا دولتين في دولة ما هما إلا كما أنا أقول دائما قلبين في جسد واحد والمملكة العربية السعودية هي عمق لمملكة البحرين ومملكة البحرين هي عمق للمملكة العربية السعودية كل منهما خاصرة للأخرى وما تقوم به المملكة العربية السعودية ومن ضمن أشقاها في التحالف هو إعادة الشرعية وهو إعادة ما سلب من الشعب اليمني ما سلب منه من شرعيته ومن حريته ومن استقراره ومن أمنه بالنسبة طبعا لسوريا المملكة العربية السعودية وبقية الدول مجلس التعاون همها هو إعادة الاستقرار وهمها هو أن ينعم الشعب السوري بما ينعم ببقية شعوب الأرض من أمن ومن رفاهية ومن عيش كريم في بلده